البرلمان ومهمة البحث من جديد عن أرض يمنية تحتضن اجتماعاته وتستقبل أعضاءه العاصمة المؤقتة عدن وباقل أراضي المحررة تعج بالتشكيلات العسكرية المناوئة للشرعية وبالفوضى والتهديدات الأمنية والتركة الثقيلة الإماراتية التي عقدت المشهد وعرقلت انعقاد البرلمان بالتزامن مع دخول لواء حماية سعودي عبر منفذ الوديعة لتأمين انعقاد جلسات البرلمان في عدن أو في المكلة حذر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا من انعقاد مجلس النواب في أي من المحافظات الجنوبية المحررة القيادي في المجلس أحمد بن بوريك حذر في كلمة الله خلال حفل تخرج دفعة من اللواء الثالث صاعقة الموالي للمجلس بعدا من انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل الأراضي المحررة بن بوريك وجه حديثه لانصار الانتقالي في شبوى ووادي حذر موت المنطقتين اللتين يضعف حضور المجلس فيهما داعيا المواطنين للخروج سلميا لمواجهة مساع عقاد البرلمان مراقبون يقولون ان المجلس الانتقالي لا يتخذ قراراته وإجراءاته إلا بعازم من الامارات التي يمثل عصاها في المناطق الجنوبية تصريحات بن بوريك تأتي بعد حديث لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني كشف فيه عن استئناف الجلسات بعد عيد الأضحى دون تحديد مكان انعقادها بدورها كانت الامارات قد أعلنت انسحابها جزئيا من اليمن غير أنها لا تزال حاضرة بأدواتها التي أنشأتها في الجنوب لمناوأة الشرعية إذ جاءت تصريحات البركاني بعد رفض أبوظبي طلبا تقدم به بالسماح لانعقاد البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن رفضت أبوظبي طلبا انعقاد البرلمان في عدن وأطلقت أدواتها للتحريض ومنع انعقاده حضور عسكري سعودي لتأمين جلسات البرلمان وتغطية فراغ الانسحاب الإماراتي من المناطق المحررة متزامن مع تحركات المجلس الانتقالي هل تظهر أزمة البرلمان تقاطع الأجندات السعودية والإماراتية في اليمن؟ وما هي خيارات الشرعية لمواجهة التحديات التي تمنع انعقاد السلطة التشريعية؟